الزمالك مصري ينسحب من وطش الأهلي اللي جاي ومش عايز يلعب غلما الأهلي يلعب كل مؤجلاته فغالباً دخلين على قصة انسحاب جديدة بس هل أنت تعرف أن القصة دي كان في قبلها أكتر من قصة انسحاب في موسم 1928 كانت المرة الأولى اللي بتشهد خلالها الكرة المصرية انسحاب الأهلي والزمالك مع بعض من بطولة كاس مصر بعد ما اقتحمت الجماهير ملعب المباراة في الديئة الثمانين وكان الأهلي وقتها كاسبان واحد سفر المرة التانية كانت موسم 1940 والأهلي رفض يلعب مباراته مع الزمالك وده بعد ما الزمالك قدر أنه يحسن بطولة الدوري قبلها والزمالك لعب بعدها مع السكة الحديد علشان يعوض غياب الأهلي في موسم 1942 الأهلي والزمالك انسحب وقرروا أنه هم مش هيلعبوا مطش نهائي كاس مصر وسفروا لفلسطين علشان يشاركوا في مباراة والديئة وقتها الابتحاد وقف الفريقين وخلاهم الاتنين يتقسموا اللقب في موسم 1947 نادي الزمالك رفض يلعب مباراته ضد النادي الأهلي بسبب موعد المباراة نفسها وفي موسم 1965 مروان كنفاني وده كان حارس فلسطيني بيلعب في النادي الأهلي كان أحد أسباب الانسحاب ضد الزمالك وده بعد اعتراضه على تسجيل الزمالك لهدف مرمى وكان بيقول أن الهدف أفساد فالأهلي رفض يكمل المباراة وخرج من الملعب في موسم 1971 الكنفاني بيعود من جديد وبرضه بيعترد على هدف لنادي الزمالك علشان يتكرر الشغب وانسحاب الأهلي في موسم 1995 انسحب نادي الزمالك قدام نادي الأهلي في المباراة اللي جمعتهم مع بعض في الدور المصري وده بعد ما الأهلي كان كسبان 2-0 والجول الثاني كان جول حسام حسن اللي الزمالك وقتها قال إنه تسل في موسم 1998 الزمالك انسحب من المباراة بعد خمس دقايق بس من الموطش وده بسبب إن الحكم طرد أيمن عبدالعزيز عشان كابتن فاروق جعفر يقرر إنه يخرج بالفريق من معه في موسم 2001 النادي الأهلي انسحب قدام الزمالك في أول نسخة من بطولة الصبر المصري وده عشان الأهلي وقتها كان عنده مباريات في المسابقات الإفريقية في موسم 2003 انسحب الأهلي قدام الزمالك في الدور الربع النهائي من البطولة العربية وده بسبب إنه ما كانش عنده اللاعبين الكفاية اللي يقدروا يغطوا البطولة موسم 2005 انسحب الزمالك من مباراة الصبر قدام الأهلي وقرر الزمالك إنه مش هيشارك علشان إن بيوصيف كاس مصر يلعب الأهلي وقتها في موسم 2020 انسحب الزمالك قدام الأهلي ووصل اللاعبين الأهلي لإستاذ القاهرة ووقفوا في نص الملعب وبعد كده الحكم صفر ونهى المباراة الواقعة دي كانت وقاعة الأوتوبيس موسم 2023 نادي الزمالك انسحب برضو من مباراة الصبر قدام الأهلي ورفض يسافل للأمارات علشان بيراميدز يلعب قدام الأهلي والأهلي يكسب وفي 2024 يطرى الزمالك هلعب المطش بتاعيوم الثلاث ولا هنشوف انسحب جديد ترجمة نانسي قنقر